موسيقى في ظروف صعبة ولازم نحن نشتغل بشطارة حتى نحن نبدأ نحل التحديات اللي أمامنا بقدر وبشكر الشعب الأردني والمواطنين لأنه أنا بعرف أنه من مدة في ضغط عليهم في غضب في زعل من الوضع الاقتصادي من الفقر والبطالة والتحديات اللي أمام كل عائلاتنا وإخوانا وأخواتنا وإنهم الحق يكونوا مضايقين وزعلانين حياكم الله للأرقام معنى في علم الاجتماع فعند تصفح بعض الدراسات الصادرة بالمراكز البحث ترى أرقاماً تثير الرعب هذه الأرقام لها دلالات وانعكاساتها على حياتنا لكن لماذا وكيف وصلنا إلى هذا الحد؟ مؤامرة خارجية؟ ضغوط دولية؟ أم هي نتاج قرارات حكومية خاطئة؟ أم شيء آخر لا نعلم؟ تخرج أصوات تقول المواطن الأردني لا يريد أن ينتج يريد مكتب وراتب بلا عمل لكن هذا الحديث غير دقيق دائماً في صوت المملكة نطرح المثال على ضيفنا أولاً من باب عدم اختيال الشخصية والأهم من باب عدم الغيبة والنميمة ضيفنا اليوم صاحب قول قال دخلت لأحسن راتب التقاعدي فهل فعلاً دفاتر الديون تخلو من اسم مندوح العبادي أم لا؟ اسمحوا لي أن أرحب بي معالي دكتور مندوح عبادي مساء الخيري مساء الخيري سيدي سألك السؤال تبع الديون نعم لكن أهلاً بك في صوت المملكة أهلاً بكم بعض الأرقام نسردها لكم نبدأ بالتساؤل هل تعلم؟ هل تعلم أن حجم المديونية ارتفع إلى أكثر من 30 مليون دينار أردني؟ 47% من الأسر لديها قروض سواء من البنوك أو من مصادر أخرى وفق المسح الذي أجري حول سوق القروض للأسر نسبة معدل بطالة في الأردن لربع الثانث من العام الحالي 18.16% قيمة الشكات المرتجة نحو مليار و 250 مليون دينار أهلاً بكم وحفظ الألقاب أبدأ الحديث أهلاً بك دكتور أهلاً وسهلاً مديون؟ عليك قروض سيدي اسمك مع المديونين بالأردن أم لا؟ لا أنا يمكن من 20-30 سنة وأنا مديون لكن آخر ستة شهر بعد ما خدت التقاعد لكويس مع دعم بعض الأصدقاء الآن يعني بجوز لو أعطي التلفون يبعطيك حسابي بالتلفون يمكن عندي 11500 ليرة يباركة نعمة نعمة الحمد ولا تكون مديونة ولا مثلها صحيح؟ ليش وصلنا إلى هذا الحد نسبة ديوم كبيرة على الأردن الآن هذه أرقام أنا أتحدث الآن عن واقعها المجتمعي أردني من عكاس سياسي عليه دكتور بالأردن للأسف المديونية أسبابها أكثر من سبب الصحيح فيه شيء خارج عن إرادتنا الوضع العام بالحولنا سوريا والعراق والإغلاقات وكذا هذه جزء مهم من هذا ثاني إشي الإنفاق أنه غير المبرر في مواقع كثيرة وخصوصا في المراكز العليا من الدولة كيف؟ يعني أن نتصرف كأنه دولة نفطية لذلك هذه أيضا مشكلة مشكلة كبيرة بتسوي على هذه الدولة بدنا مثال أيضا يمكن والله واحد قال لي اليوم هذا شرق دابو كل نصها لبيوت كل هنها شرعات بيوت لناس شخصيات قدموا للوطن صحيح على رأسي وعيني بس أنت قدمت للوطن مش معناته لازم تصير بيتك مليونين وثلاث مليون اللي أرى ما تواخذني صحيح يعني أنا ببيتي بديش أجيب هذا أنا ببيتي ساكن 76 بني 76 لليوم والله بعض الكراسي ما تغير إنه بعض الأبراد ما تغير وأنا كنت أفتح عياتي بالزرقة لما كنت بالزرقة 100 دينار باليوم أطلع باليوم 76 75 لكن والحمد لله وعيشين كويس أنت بتربس قرافة وأنا بلبس قرافة واحدة وأنت بتربس منطلون وأنا بلبس منطلون واحد وأنت بتربس ساعة وأنا بلبس ساعة واحد تربس ساعتين كنا زي بعضنا تفرق الماركة نعم تفرق الماركة والسعر ما بتفرق كثير بش تقدر تجير ياباني بتحطها حقها على خمس ليرات صيني قصده حقها خمس ليرات لكن يتبين حقها طيب دكتور يعني محرم على المسؤولين يسكنوا بيوت جميلة جديدة فارهة هل هذا محرم؟ فارهة جدا لا بس هي فارهة جدا البيت اللي بخمس ملايين مش فاره ولا فاره جدا كفر تذهب إلى ماذا بهذا الحديث تذهب إلى ماذا شخصيات منعرفهم وصحابنا وعارفنا وإحنا مش جايين مننا يبن يكون أموال ولا لا استفادوا من الدولة كل شي من الدولة وشي شرعات طيب ماشي السؤال آخر ممكن 47% من الأسر بالأسر بالأردن عليها قروض نعم كيف نعكاسه بالأردن يعني الحقيقة لماذا وصلنا إلى هذا الحال؟ اللي وصلنا لأن الوضع الاقتصادي صعب المحيط تانا صعب أيضا بلدنا فقير تركيبته تركيبته الأساسية فقير نعم احنا صحراء بادية الشام نعم من كبر اكتافنا وإنه احنا المستثمر رح يجي يرم مصاري الدنيا ما بربح المستثمر إذا في ربح بيجي بالطق معقول بيجي لو أنه بتموت وإذا ما فيه إذا ما فيه لا مستثمر ربح ما بيجي حتى الأردني اللي معه مصاري ما بيساوي مصنع والمصنع بيخسر يا سيد طيب ماذا ترد على من يقول إن الأردن في وضع إقليم إقليمي ملتهب كان والأردن الحمد لله ما زلنا بأمان ما استغل هذه الفرصة وما استطاع أن يجيب مستثمرين على الأردن المستثمر يا سيدي بده يجي يربح أمان أمان طيب بده طاقة رخيصة بده أيدي ففعلا نضيء يعني سكلف بالإنجليز يعني محنيته عالية مش يعني بدائي بهذا هذه عوامل كثيرة ولذلك أنا قلت لك مثال إنه اللي بيبيع الفاين على الرشارات الضوية بالقايرة قد يبيعها على كل الأردن إحنا وبحب أقول لك شاء الله زراعيا الأردن بلد زراعتها على مساحة الأرض القابلة للزراعة أنا بحكي وزارة زراعة بتحكي ستة واثنين بالعشرة بالمئة يعني شتا ما في نهر ما في هلأ هذا القابل للزراعة من قلت الشتا وقلت النهر بتكون إنت جيتها سنة هيك وسنة هيك وثلث سنين هيك وسنة هيك اثنين صناعة الصناعة إحنا منستورد كل الطاقة تسعين بالمئة قمسة وتسعين من الطاقة أيضا ما عنا سكلت بيبول يعني فنيا وهذا وما عنا سوق استهلاك للبيع في الاقتصاديات في العالم ثلاث لا رابعة لهم وهي الزراعة والصناعة والخدمات مرات زي أميركا فيها زراعة وفيها صناعة وفيها خدمات إحنا لا عندنا صناعة ولا عندنا زراعة والحمد لله الصناعة اللي هي دولة الانتاج بتشدق بدولة الانتاج زدنا عليهم الضريب والمصانعين اللي هم دولة انتاج اللي هم الانتاج ما هو أنت الآن بتقول إحنا مديونين من بره وفي إقليب ملتا وفي ضغوط على الأردن أكيد راح نتدينه. سألتك سبب المدونية. قلت اللي بصير في هالمجتمع. لا لا. البلد كانيته. آه. أنا بقول لا. هل لا. إيش الثالث الخدمات اللي ما خليتني أكمل. اللي هي الخدمات الحقيقية. اللي هي مستقبنة. اللي هي إمكانيتنا إنه نخرج من عنق الزجاجة بالخدمات. وليس شيغ الخدمات. لكننا للأسف الشديد لم نستغل في الخدمات الأمن والاستقرار. لن نستغل الأمن والاستقرار بالخدمات. الاستثمار هو بالاستثمار بالخدمات. والخدمات. انت بتعرف إنها شغلات كثيرة. بجوز نحكيها بآخر الجلسة أو نص الجلسة بالتفصيل. ما هي الخدمات التي هي يجب أن تكون وهي صحيح يعني مستقبل الأردن إحنا لنخرج من هذا المهم بالخدمات. تعالي تحدث عنها الآن. ليش نأجلها. لا يعني لأنه أنا بدي أحكي عن المواضيع الأخرى. ماشي. طيب. راح أرجع لك على الخدمات. لكن أنا أريد أكتب عندي هذه الخدمات. طيب. ماشي. راح أرجع لك فيها. إحنا ليش نتحدث نتشدق بدولة إنتاج. شو تضير في ذلك وعندنا دولة إنتاج. وإحنا قادرين على ذلك. بإيش قادر. ما قلتك أنت طاقتك كلها مستوردة. فنيا. فنيا. أنا في صديق إلي بولندا راح. الماكينة اللي قاعد عليها جده قاعد عليها. يعني إحنا ما تواخذنا يعني كمان إحنا جدنا بالأردن كنا من جدنا عنده صناعة. بمعنى فيه كمان وراثة بالخبرة والقدرة. ثالثا سوقنا صغير الاستهلاكي. إحنا ما نستطيع النافس لمشق بجنبنا. ولا نستطيع النافس القاهرة بجنبنا. يعني سوقنا الاستهلاك قليل. ولا السعودية اللي هي عندها الطاقة بلاش. يا سيدي. إنت بتحدث لستة فاصل اثنين الأراضي اللي صالحة للزراعة بالأردن. وأنت تعلم جيدا بأن هناك مستثمرين باكستانيين أخذوا كل أراضي الأردن واستفادوا منه وأصبحوا أكبر التجار الزراعيين. مزبوط. طيب. معناته إحنا بناش نشارك. يعني حتى لو ما فيش باكستانية. نفسهم هذول الأردنين كانوا يزرعوها وبيعوها. يعني أنا بحكي على الاقتصاد الكلي. يعني باكستاني أو مش باكستاني. باكستاني بساوي زراعة بيشتغلوا بوكلوا بشربوا ببني دار بجوز تاجر دار. صحي. يعني جزء من التركيبة الاجتماعية اللي بجوز ما وديش مصاري لأهل. وبيدي يظلوا أقايا شون هو ولد الولد وبيتجوز وبيقعد. ما بودي مصاري لبرة حتى زي العامل المصري اللي بيجي قاعد بيشتر بودي مصاري لبرة. أعرف كيف؟ لذلك أنا يعني أنا بحكي أنه السياحة عمود الفقري للحدمات. دكتور رجاني غصب عني أمرك بالدرجة. يعني أنت بتحدث أنه نحن ما عنا زراعة ولا عنا صناعة. وإذا كانت تكون خجولة. عنا خجولة. خجولة. أنت بتشوف العلاج بالسياحة. المخرج حقيقي من الأزمة. السياحة. كيف؟ يا سيدي السياحة ثلاث أنواع. عنا بالأردن السياحة الدينية والسياحة الترفيهية والسياحة العلاجية. طبعا والسياحة التعليمية مع الجامعات. وهذه ما بدي أحكي فيها لأنه نحن موفقين فيها تقريبا. يعني الطلاب بيجونا من برة وهذه ما بتسوي شيء. مصاري بالمعنى الحقيقي. لكنها أيضا أحسن وضع عنا سياحة التعليمية. نعم. ولغم أنه بعض الأخوان الأسادة بالجامعات بيشكوا. لكن يعني أنا بحكي شغلة. السياحة الترفيهية. نعم. إحنا عنا دول الخليج. دول الخليج كلها ما فيها تير الترفيهية لدبي. وإحنا منافسين لهم. لازم نكون بالسياحة الترفيهية في كل أنواع السياحة الترفيهية اللي بالدنيا. كلها. على إطلاقها. أثنين. السياحة الدينية. إحنا عنا المغطس وعنا مؤتة. جعفر عليه السلام. جعفر رضي الله عنه. مزارات؟ مزار. جعفر. مزار. هذا ابن أم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأكثر واحد. وأكثر واحد في قريش بشبه النبي محمد شكلا. هذا مزار موجود هنا. مصر عندهم زينب. سوريا عندهم زينب. وين زينب ماتت؟ ما بتعرف. زينب هنا وزينب هنا. السوريين. إخواننا السوريين مليارات وعشرات المليارات من الزيارة من هذا. نحن نقول السياحة العلاجية. طيب بقول لك يا أم أنت بتجيب شيعة بتجيب إيرانيين. ما بدنا إيراني. أخونا السعودي أخونا الكويتي أخونا العراقي يضمن؟ طبعا بضمن. ليس ما بضمن؟ ما الضمانات؟ الضمانات أنه هذا جاي حج. مش بروح يحج بمكة. والعداء بين سعودية وبين الإيران للسماء. ومرة قالوا ما بدنا نحج سعودية رح تترجع ويجوه. السياحة يا عم العلاء للدين الزيارات الدينية هي عبارة عن اقتصاد في النهاية صارت. البابا بيجيب قديش لإيطاليا. طيب. يعني القدس قديش بيجيها ناس. بس في كمان أوراق سياسية أهم من هذه المواضيع. يعني نحن مش عشان نفتح السياح لكسبنا ميش مليون وعلى هذا حديث كثير يحدث في الآن. الأمن الاجتماعي أهم. طيب. طيب. الروح العلاجية. يعني بدأس لك سؤال. لو الشام موجود أنا بدي أحكي لك أرقام والمشاهد يسمع. في واحد واحد 2016 بداية 2016 طلع قرار من مش من الحكومة أعلى من الحكومة. نعم. إنه إحنا في دول في أزهى مقيدة ممنوع يدخلوا الأردن إلا بعد ما يأخذوا فيزا وغلبة وكذا. اللي هي اليمن والسودان وليبيا والأغراق الأكراد الشمال. طيب. هذول هم اللي بيجوا التقرير تاع وزارة الصحة واللي بده يعرف يحكي معه أي وزير الصحة سنة الخمسطعش جان ألف وخمسمائة مليون من السياحة العلاجية. بعد القرار بواحد واحد 2016 نزل الرقم سنة 2016 إلى 900 القرار هو الجنسيات المقيدة. بس هلأ بيجي واحد بيقول لك يا أخي بسرقوا المرضى يا عمي ماخي 2015 كانوا يسرقوا المرضى حصور طبيب ما يفحصوا أخلاقه على محدله بالتسعين اثنين بالتسعين واحد طبيب كويس معترم جاء بتسعين ودخل الطب واحد غير محترم دخل بالتسعين جاء بتدخل الطب ما إنه علاقة بهذا الموضوع لذلك أنا بقول تراجعت خسرنا سنة 2016 600 مليون من السياحة العلاجية بقرار الجنسيات المقيدة لذلك الآن السياحة العلاجية أنا بأعتقد قضية قضية مهمة وهمية جدا قال المبالح بسمع بدهم يحساوا هيئة تنشيط كان ناقصنا هيئات مستقلة جديد بدهم يضيفوا طبي يا عمي أنتو شو لكم علاقة أنتو الحكومة شو لكم علاقة بالموضوع أنتو اللي خربتو بقراركو السيادي السياحة العلاجية اتركوا هالأطباء الشاطرين اللي هم سمعتهم بتجيب المرضى من السودان ومن ليبيا هم الأطب اللي قاعدين بعمان هذول اللي بيجيبوا السواح قاعدين العلاجية أنتو شو خاصكم تتدخلوا إيش حقكم بالمتقربوا تساولنا كمان هلأ مدير وعلى مدير وعلى مدير وعلى سياحة ما بدك تنظم السياحة العلاجية مش متى تنظيم منظمة أحسن بقول لك منظمة سنة 2015 كانت 1500 مليون تجيب لنا رجعتوها لما نظمتوها لتسعمية خسرت الأردن 600 مليون أنا بقول لك هذا إحصائيات وزارة الصحة ما بدون العبد 2016 2016 هاي فلذلك أنا أرجوهم ما يبلغ عشانا يتركوا شرط اعطوا اعطوا انتو قيموا هذه الجنسيات المقيدة اللي ذبحتوا البلد فيها الجنسيات المقيدة طيب أنا بفهم الأمن مهم وأهم من العلاج وأهم من كل شي ها لكن أمرك سمعت أنت بالتنصنيفات العالمية أنه اليمنيين فيهم داعش أو السودانيين فيهم داعش أو الليبيين فيهم داعش أو الأكراد فيهم داعش داعش تونس داعش السعودية اللي بيجوا ما منعوهم داعش الأردن فيها داعش أكثر بمعنى طيب إحنا صار عندنا تفجيرات آخر خمسة سنين ولا واحد يجي من برة لا اللي يربط من برة ولا اللي بالصل ولا اللي بالكرك ولا اللي بالبقعة كنا من جو إذن ما فيه إيش يجي من بره يخوفنا وإفرد صار بالسنة سنتين شغلة لا بتغربش الدنيا لكن أنا ضيعت على حالي سنة 2016 ستمائة مليون دينار وبجوز الآن لو ظلت الأمور ماشي أكثر مريض بيجيب مريض مريض بيجيب مريض كان مليارين طب ما أشيب لكن الحديث هذول الجماعات المتطرفين ماذا يتحدثون إنه بالمنفرد ما بيخوف اللي بيخوف المعه أجندات خارجية بتضمن إنه اللي بيجي من بره ما عنده أجندات خارجية ما مضمن طب يعني أنا عشان أربع ثلاثمئة أربع ميت ألف يعني أنا بده يجي اللي عنده أجندات بيقدر يجي بأي الطريق مش بس بطريق العلاج يا سلام يعني هو بده يظلوا يستنى أنا بصير سياحة علاجية وبييجي طيب ماشي نرجع للترفيهية تحدثت إنه أنت بس بس خلنا أكمل على على السياحة العلاجية إيجوا صاروا يقولوا بدنا نساوي قانون المسؤولية الطبية يا عم عمرك سمعت أنت ضد القانون أول شيء ضده طبعا ليش أنا بأقول لك ليش فضل لأنه كذبة كيف كذبة كذبة ونوص لأنه أنا أنت بتساوي ذنب أنت يا مواطن بتحاكمك واحد المحكمة الطبيب إذا ساوي ذنب اليوم مين بيحاكمه بيحاكمه القاضي قانون العقوبات بيحبسه وبعد ما يطلع من الحبس يحق للنقابة حاكمه وأنا واحد حاكمته وأنا نقيب أطبه بعد ما نسجن سحبت منه الترخيص حتى على ذنب واحد هلأ بد يصير قانون مسئولة الطبية كمان ذنب ثالث وهو ذنب الطبيب مش ذنب أي مواطن ثاني الطبيب بيدو روح يا سلام بيدو بني آدم والمهندس اللي بقع جسر مش بيدو ألف روح ونقطة ثانية مهمة قانون المسئولية الطبية كان أن الأطباء اللي حاكموا هذا الطبيب إن خطأ معين وكان الحديث يدور أنه طبيب يمشي لهذا الطبيب يجب أن يكون هناك تشريع يحاكم لا مش صحيح جاء هذا الحديث أنا كنت نقي بأطبة ومرتين كيف يعني والله كنا نقصهم بعدين أنا بقول لك ما في قانون عقوبات يا أخي بسجنك قالوا قانون مسئولة الطبية ليش كمان قال والله بكرة بيجينا مرضى من أوروبا أي من مصر ما بيجيك من ليبيا من لبنان ما بيجيك ولا مريض واحد فإذاك لما طلع القانون بقولهم يا أخوان والله شارع الخالدي مليان ألمان جاي نتعالج وعنده ودنيماركيني هولنديين يا أخي من اللي يصير أنت بتلوف تشوف شغلة سالكة وماشية يا دولة تركوها خليها للقطاع الخاص يشتغلها أنا بقول لك يعني أنا شاعر أجل النواب اللي جابوا شو داخل الحكومة لا مش مجلس النواب الحكومة اللي ودت القانون طي يجل نواب ومكان يشتغل نوع نواب يقولون للحكومة لا يقولون لهم لا ليش النواب مش قادرين يقول للحكومة لا لا ما بقدر شو يعني هستجا تقول أنت جاي من أراسك نبين اليوم. جاي من أراسك اليوم. أنا بسألك. فاصل قصير أولا. نتواصل. أهلا بكم من جديد وأهلا بالدكتور مندوح. الدكتور تحدثت بأنه حتى نخرج من هذه الأزمة الاقتصادية جاء بتوسيع السياحة من جديد. سواء كانت دينية علاجية وتعليمية وترفيهية. وترفيه وما إلى ذلك. لكن أيضا هناك خطة تخرق قامت الحكومة بوضعها. وإذا تم تنفيذها سنستطيع الخروج من هذه الأزمة الاقتصادية. صحيح؟ نتحدث عنها دولة انتاج دولة تكافل دولة سيادة القانون. نعم. هذه نقطة مهمة. يا سيدي أنت بتقول سيادة القانون. نعم. طب أنا بديهس لك سواء. فضلا. أليف با سيادة القانون. المادة 116 من النظام الداخلي في مجلس النواب. أن يمنع التكلم للعضو المجلس دون رأي المجلس. تصور. إذا بيحكي على جلالة الملك مثلا بالنسوء. وإذا القضية مع مضرورة أمام القضاء. لا يجوز. طيب. لا يجوز. أنت بارح تصير شغلة سهل البحر الميت. أنا بقولش البحر الميت. لأنه ما له علاقة البحر الميت ونوضوع. إذا بحونا بالسياحة بالأخبار العالم. المهم. عمي. كيف أنت بتساوي لجنة وزارية ولجنة من الديوان ولجنة من مجلس النواب والقضية أمام القضاء. ما بيصير. في تراهل إداري. لا. حتى لو في تراهل إداري في قاضي عمي. في تجاوز من سلطة البرلمان على القضاء. وفي تجاوز من سلطة الحكومة على القضاء. وفي تجاوز من سلطة الديوان الملكي على القضاء. لا. 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 إسمح لي دكتور. دكتور إسمح لي. اللجنة نيابية اسمها لجنة تحقق. مش تحقيق. يا السلام. وهي واحد وخرجوا بتوصيات بعد 59 ساعة من العمل وراحوا على المكان وتحدثوا والوزراء قدموا استقالاتهم يعني مش باللجنة قبل اللجنة وما إلى ذلك اللجنة اللجنة المحايدة مبارح خرجت بأكثر من 16 توصيب يقول لك أنا هذا الموضوع شامل مش بس على البحر الميت بعدين وجدوا أنه في تراه الإدارة بعض المؤسسات يجب علينا تغييره طيب يا عمي انت ما بتآمن في فصل السلطات انت ما بتفهم انه تعرف انه في سلطة قضائية هاي سلطة القضائية هاي الفصل وعينه الحقيقة هو القضاء ها سطلعت اختلاف بين اللجنة الملكية ولجنة البرلمان ولجنة الحكومة مين الحل؟ هم بترجعوا القضاء القضاء هو الأساس يخوي بهذه الشغلة ولذلك سيادة القانون هو بالقضاء اي بس فعليا انت بتاكي عن دولة الانتاج انتاج اذا كان ما في صناعة شو الانتاج الحقيقي اهم اشي من الصناعة اللي رفعت عليها ضريبة الدخل يا رجل كيف انا مش قادر استوعب كيف بترفع على الصناعة وهي بتعمل عمالة وهي بتصدر وبتجيب معاملة صعبة وبتزيد عليها بدان ما تخفض عليها وبعدين التكافل الاجتماعي التكافل الاجتماعي الاصل اللي تقول انا بدي انا ازيد عدد الناس الذين يعملون مش اللي يشحدون تكافل الاجتماعي يعني انا بعتقد انه كله اللي صاير شوف احنا وقعنا بالنفس الازمة واكتر سنة الثمانية وثمانين نعم والتاريخ هو البذرة اللي بيطلع منها الشجرة التاريخ تعنا البذرة واليوم احنا الشجرة واذا لا ما في بذرة ما في شجرة اذا احنا يجب ان نتعلم من سنة الثمانية وثمانين انت بجوز ما كنتش والدان لا والدان بالثمانية وثمانين يا صديقي فضل وصل الدينار الاردني الى نصف دينار قيمته كان الدينار الاردني 30 دينار الدولار 30 قرش صار الدولار 105 قرش تصور فهبت الدينية وقامت الدينية لسبب انه احنا بالاردن اركنا على المؤتمر القمة العربي ويدي يعطونا مصاري صرفنا ما في الجيب مشان يجي الغيب وما يجوش فانهار الاقتصاد طيب لما انهار الاقتصاد صارت مشكلة صارت مشكلة كبيرة شو الحل كان الحل كان طلع من الراحل الملك حسين ساوى قرارات خارج الصندوق مثل ما نحن نطالب الان بقرارات خارج الصندوق ولا يقدر عليها الا جلالة الملك عبدالله داشرك من حكومة غير حكومة بدك تفكر بخارج الصندوق شو ساوى الملك حسين جاء من السبعة وستين للواحد وتسعين للتسعة وثمانين ما كانش في انتخابات نيابية بالمعنى العام قال انتخابات نيابية كانت احكام عرفية الغوا الاحكام العرفية ممنوع الاحزاب الغوا الاحزاب ساوى ميثاق ساوى شق اند او بالانجليزي الصدمة والروعة والرعب ساوى شق الصدمة والرعب فبدأت الناس انفرجت اصلاح السياسي هو الذي بيقود الاصلاح الاقتصادي طلع فكر بخارج الصندوق الان الارادات الدولة اي دولة بالدنيا شو اراداتها اراداتها يا جيب مواطنها يا منح من برة يا قروض من برة طيب احنا من جيبة المواطن بدنا نسحب من هالمواطن لعنى عرض المواطن ومنح ما في الامريكا بتعطينا منح حتى الخليج ماعطناش شيء هذا الاجتماع اللي صار من 2500 كله 100 مليون بالسنة طلب طيب بقروض كمان بدنا نساوي فيها قروض اذا بدك تفكر خارج الصندوق ما في مجال زي ما حكينا بتفكر بخارج الصندوق اللي هو التعليم والسياحة بكل انواعها بدك تفكر بقرارات وتوخذها وما تخاف ليش ما فكرتوا بالحكومة السابقة بحكومة الدكتور هاني الملقي بهذه القرارات حتى نخرج من هذه أنا مش رئيس حكومة كنت أنا مثلا بتحكي عن السياحة العلاجية أنا حكيت من بحصوتي فيه اكثر من مرة مش مرة ومرتين الأشي الأهم كمان الإدارة الإدارة يا أخي والله أنا لما أجيه شفت الإدارة والله بالوعد سين كنت وزير والله كانت الإدارة أحسن متراحلة بطريقة يجي معصورة آمن أنه والله الله ماشي هالبلد من قلة الإدارة واقترحت في عينها أنه نشكل لجنة ملكية للتطوير الإداري زي اللجنة الملكية للتي طورت القضاء ويكون فيها شخصية محترمة يقودها وتقعد بعد ست شهر تطلع النتيجة إلى أنه إذا بدك تطور بلدك بالإدارة في شغلتين التشريع والرجل المناسب في المؤسسة يبدأ بالتشريع وقادرين يساووا عندنا شخصيات والله حتى بتذكر رئيس الوزراء في حينها قال لي مين بك تقترح يكون رئيسه إذا سئلت قلت والله ما بكتر أجاوبك الآن أنا جدي بد روح أفكرك وقال لي برجال هالوطن وهم كثروا فكرت بثنين واحد بحبه واحد ما بحبه والله رفت عليه قلت فلان وفلان هذولة أذكية من أذكى شباب الأردن وهذولة عندهم خبرات بريلمانية وهذولة عندهم خبرات في وزارات وزراء أكثر من محل ودائرين ورؤساء وزراء تسابق الثنين هذول هما نقي واحد منهم وبس خلص ما رجاني الجواب لليوم إني بدي أطور إدارة البلد أيضا أيضا مهمة لذلك يا أخوي أنت بتقولي لما كنت بالحكومة مظبوط بس مش أنت بالحكومة بتساوي كل شي ورات رئيس الحكومة وأنا بشفق عليها ما بيساوي كل شي عليها المسؤولية ما بيقدر يساوي كل شي طيب الرجل المناسب النقطة الثانية الرجل المناسب شوف بدي أجيب لك قصة بدي أخذ لك منك دقيقة زيادة تفضل الدول بجوز للمواطنين أنت بتعرف الاتحاد السوفيتي العظيم والمجموعة اللي محاها بولندا سلوفاكيا بلغاريا هيك فالكي جي بي التنظيم اللي هو المخابرات الروسية الفضيعة قالوا لهم للبولنديين ترعنك واحد بالمكتب السياسي اللي هو زي أهم الحكومة هذا جاسوس للأميركان طيب راقبوا صاروا راقبوا يقولوا له أخبار ما يوصلها ما تطلع بعدين قالوا لهم الرسول وليس ما سيئته فيه قالوا يا عمبي نقول له أخبار ما تطلع طيب قالوا قولوا له بنزل بحسابك بسويس رح القديم من السياسي انهار لما قالوا له الحكي بعدين قالوا طيب ما نعودين نطيق إحنا معلومة فشان طلعها قال لهم أنا جاسوس ما إلي علاقة لو في ضرب صواريخ على أمريكا برية ودريت مش نطلب أني أحكي بس أنا بتعرفه رئيس اللجنة العليا لاختيار كبار الموظفين في البلد أنا وظيفتي فقط أنقل أسوأ واحد من الثلاث دائما بقدمه ثلاث وظيفتي بس أنقل أسوأ كانوا فيه عندنا في البلد واحد هيك بنقل أسوأ يعني يعني غير طبيعي ولذلك أنت لما بتنقل أسوأ في الإدارة وهي مهم التشريع مهم والانتقاء كم نسبته الأسوأ كم نسبته من الأسوأ والله واحد بخرب بلد بندورة حبت البندورة بتضيّال بتخرب بوكسر ما اختلفناش بس نتعرف كمان رجل مناسب كلها عبارة عن ترضيات يبقى تم يرضوا الدكتور ممدوح بيحط وزير قرابته بنعمه نسيبه صحة ولغة الدكتور لا ما بحط وأنا عندي جيزان بنات الثنتين وحكوا واحد 11 سنة سفير بتطلع لهوش وزير واحد ثماني سنين وكيل وزارة بتطلع لهوش وزير ما بتجيبه من الشارع قاعدين وزارة مبارع جابه من الشارع من إطاح ومظاهرات بالشارع ما لهم أي تاريخ حطوا وزير ليش ما تحكي مش بدك تجديد دماء وبدك شباب وبدك وهم شباب اللي يجوا أنا ما بقصد أنا بقصد الجانب الثاني الجانب الثاني اللي جابوهم دوار رابع خلوهم وزارة آآ آآ ما عندهم مش خبرة ما بجيبه في شباب كثير أنا ثلاثين سنة كنت عضو مشوطة استشاري كيف يا أخي كنت عضو نقابة الطب يعني كيف أنا ولد إيش يعني هلأ الصغير بكون واصل مواقفكم معينة أنت بتشوف شباب قاعدين الآن في المؤسسات الدولة المختلفة أو مثلا الموظفين بنوك كبار أنا سحاكي اليوم مع واحد حتى بشكي رئيس مجلس إدارة بنك بقول شوني صاير يا أبو صالح كلها بتقول شو إحلى وين رايحين لوين رايحين لوين رايحين ما بتسمع بتروح بعزل لوين رايحين بأرز لوين رايحين لوين رايحين لوين رايحين طيق يعني هل هذه عبثية هاي عبثية مش عبثية يا أخي أنا بسمع الناس بتحكي بغض النظر صح غلط بتمنى أنه كل الناس غلطانين وعمر رزاز صح بتمنى كان أنا بروح بنام بقول والله ما في عندي مشكلة مش هيك فيه إشي غلط كتير مثل ما قلت لك لازم يكون فيه عملية قيصرية مثل التي جرت بالثمانية وتسعة وثمانين سابقا بنا عملية قيصرية وما حدا قادر عليها غير جنالة الملك طيب ما بتروح هذه الوزارات دعنا نتحدث أو هذه الإدارات إلى التخصص ما بتآمن بهذا الموضوع وليجب أن يكون هذا المدير سياسي أكثر من المتخصص في هذه الوزارة وهذه الإدارة طبعا سياسيا ميداريا طبعا الوزير يجب أن يكون سياسي والتكنقراط يكون وكيل وزارة يكون مدير دائرة أنا رحت على أمانة عمان الكبرى والله ما بعرف أنه لازم أنت تبني بيتك من هون مترين ومن هون أربعة تهوية بنيت بيتي ما بعرف أنه بده لازم تهوية لكن السياسي بيقدر ينتقي من هم الشخصيات أنا انتقيت مجموعة من الشباب بالأمانة وقدرتهم وطلعتهم من رغم 30 و40 بالأمانة وبالمناسبة اثنين منهم اليوم وزارة اليوم اليوم ثاني وزارة طلعناهم من تحت ولذلك والله حتى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم انصر الإسلام بها هذا العمري بدور عزلهم حواليه يعني أنا أنا أعرف الإدارة مش انك انت تكون متخصص حتى لم تكن متخصص تدخل مش كل الحكومات السابقة وصلت الشارع الأردني إلى هذا الحال من الإحباط الآن كل الحكومات لا مش كل الحكومات واحد يعني كمان نحكي ضميرنا يعني فيه اشي يعني بالحكي تاعه وبالطريقة تاعته وكأنك عايش في مسرح العرايس انه 30 ألف فرصة عمل 25 ألف كذا 80 بالمئة تأمين صحي إلى المواطنين طيب قداش هم هلا قداش انت قلت لي 80 مش بتقول قياس وداري إيش وإيش بسموها هاي الكلمة ها شو بسموها الكلمة والله أنا يعني بتعجبني المشكلة عند منك مؤشر أداء قابل للقياس منح طيب أنا بدي أعرف أنت بتقول لي بدي أبني 120 مدرسة ناشي كان يحكي فيها الدواءات ونحن الموقع طيب إيش يعني أنا كيف بدي حاسبك هنا 120 مدرسة كل مدرسة فيها 100 طالب ولا ألف طالب قول لي طيب الصحة وزارة الصحة طيب يا أخي أنت بتقول لي أنا بدي أرفع بدي أرفع إلى 80% قديش الآن أنا بقول لك قديش الآن 71 72% طيب طيب دكتور فاعة 80% ماشي أنا بتقول لي إذا زايد جرش موازنة وزارة الصحة والله هي معقول بس أنت بتعرف أن وزارة الصحة موازنة 600 مليون دينار سنة الأخمانستعش وسنة الستة عشر وسنة السبعة عشر وسنة التسعة عشر هي طبعا منزلينها سمعت أنا أنه منزلينها بمعنى أنت بتنزل من موازنة وزارة الصحة والأصل فيها إذا بدك تكون موازنة وزارة الصحة طيب ماشي زي ما هي لا لازم المواطنين يعرف طيب أن المواطنين بزداده 3% لازم وزارة الصحة كل سنة زيد 3% وبزيادة على زيادة الموظفين واجورهم كيف يعني إذا أنت مش زايد كيف بدك تساوي لänثمانين بالمية حكومة هانا ملوك ليش ما عملت هذه زيادة حكومة هانا ملوك ليش ما قامت بهذه الزيادة بهذه الزيادة تبعات وزارة الصحة 어지م ما بتقدر ليش ما بتقدر لأنه طب يعني هيا ما بتقدر حكومة الرزازة بتقدر لا ما بتقدر حكومة الرزازة طيب حضار للشعر كيف حديث شعر طيب سنجعنا ديني آخر السنة زيك وشوف كديش نسبة لهذا طيب إحنا حتى لو نتحدث عن إصلاح إداري ما نؤمن بهذه الفكرة لماذا دكتور؟ ما بنؤمن؟ نؤمنش بفكرة إصلاح إداري وضعنا ثلاث جداول لسنتين بس أكمل الآن في عنا خطة الحكم وضعتها لسنتين واضحة والدكتور رزال تحدث بأنها مضمونة وسيتم الحديث عنها بتوفر فرص عمل فيها دولة إنتاج وتوجد تكافل وخطة جميلة إذا تم تنفيذها لماذا لا نؤمن بخطة الإصلاح؟ يا سيدي هو بقول بحكاة خطة الإصلاح التنفيذ أهم من الوعود هيك قال طيب ليش يا أخي توعد نفذه بعدين ارجع عليك نحطك على رأسي ما انت قابلت تقعد الآن مش بطالب منه ببرنامج حتى يقول مش هو بقولي التنفيذ أهم من الوعود نعم أنا ما قلت أنا ما طالبت منه برنامج شو اللي قال بحط برنامج ما طالبت برنامجه برنامجه الحقيقي موازنته هيك بالدنيا لأنه كل شي قروش مش على كيفك تقول أنا برفع ثمانين بالمئة إلا إذا بجوز بدك تحط لك مئة ألف طالب مدرسة بتدخله بالتأمين نص المؤمنين من شركات ومن موظفين وبعدين بدالي الدكتور ما يشوف عشرين مريض بيشوف خمسة عشرين مريض بيعه طب البرنامج مش مربوط بالموازنة طبعا طيب ما فيه ما فيه حسب الموازنة لو أنت جبتني قبل أشوف الموازنة أنا لو أني خرطي ثلاثي كان كل الصحة بشوف موازنة أو أقول لك كان بقول لك موازنة المدارس والتربية والتعليم بس عاد لحوله أنا طب ألا يحسب لرجل بأنه هذا رجل لم يرحل أزمات للحكومة التي ستأتي بعده رحل مي قال أنا بدي أوفر 150 مليون من الموازنة النفقات طيب رحلها لسنة 2019 يلازم يدفعها هلا يدفعها لسنة 2018 رحلها لسنة 2019 تعت الاستملاكات وتعت الشسم والأشغال والمتعهدين بقدر في ستشهور سبع شهور أنه يخفض 155 مليون بقدرش بس هو ما دفع طيب لي عليه ماشي وقال خفضتها وهو أنه عليه نذهب إلى فاصل ثاني دكتور أحكي لك النقطة بعد الفاصل فاصل قصر ثاني وبعد ذلك التواصل تبقوا معنا أهلا بكم من جديد وأهلا بك دكتور ممدوح أهلين يا سيدي دكتور الآن نبحث عن حلول في عنا بطالة في عنا فقر في عنا أزمة الثقة بين المواطن وبين المؤسسات الدولة بدنا نبحث لها عن حلول وبدنا نبحث عن حل مهم كمان السياسة السابقة لا يعجبه السياسة الحالية والوزير السابق بعرض أي حكومة حالية صحي صحي لماذا؟ يا سيدي إيش طبيعي أنه وزير سابق يعارض لأنه الآن في بلدنا مش حزب فردي الوزير فردي فهو الوزير ليس صاحب قرار يرسم سياسة في الحكومة لأنه فيه ثلاثين وزير كل واحد ثلاثين براسه ورئيس الوزر براسه أيضا لما بيطلع بيلاقي فيه شي غلط لازم يحكيه ما لازم يزكت أنه والله أنا كنت وزير بظني باصل طول العمر لا يا أنا ما كونش باصل أصلا وأنا بالحكومة عرفت كيف؟ يعني ده أجيب لك مثال أنا بالحكومة إيجا ترامب قال أنه بكر القدس بتكون عاصمة أميرك أنا وأنا وزير حكيت أنه نزلوا يا ناس الظاهروا بكرة والناس الظاهرت ونزلت وكل شي طبيعي طيب أنا صحيح مجلس الوزراء موافق على حكي كلهم لا في ناس معارضين وناس بدهم أنا حكي أتمنع على رأسي بمعنى بمعنى أنه أنت وأنت مجلس الوزراء مش للثلاثين باصمين في ناس صاروا مسؤولين كبار الآن وكبار والله سنة هم باصمين ما بحقوا كلمة بقى أن نحكي ونقول لا بصير وما بصير هذا هيك داخل مجلس الوزراء لكن بالنهاية بالنهاية القرار ما بطلع برأي وزير بطلع برأي المجموعة ولذلك ما بصيرش كمان يطلع برأي يقول أنا عارضت كذا لا ما بصير في أدب في مسؤولة وزراء لكن أنا الآن بشوف في قرار أخذته الحكومة وأنا ما لازم أنتقده ما بصير عيب عيب علي عيب على شرفي أنا سياسي لازم أقول هذا غلط وهذا صحي الحلول الحلول حكينا عن الحلول الاقتصادية وفي الحلول السياسية الحلول السياسية هي التي تقود الاقتصاد وأنا حكيت لك عن الإرادات أنه في المنح حركيت لك عن السياحات العلاجية حكيت لك عن الدينية الخدمات وحكيت لك عن أنه أنت لازم أيضا يكون فيه إشي ثقة بين الحكومة وبين وقلت لك لازم نفكر خارج الصندوق إحنا قادين بنشتغل طبطبة طب أنت رجع لي الثقة حتى أنا آمن بهذا الأفكار بقدموها السياسيين حتى يمضوا سياسيين بها كيف بدك تعود الثقة طب يا أخي أنا مثلا إشي زي مكافحة الفساد طب يعني ما أقول آخر سنتين ثلاثة ما فيه واحد ما خليني أقول حوت انمسك وانسجن قل لي فيه أنت اسم أمرك سمعت ما أقول هذه بلد ما فيه حوت سرق واللي سرق وهرب لكن لكن حتى لو أنه ما هرض له قاب جزء ما أحد يسكو لا ما أحد يحكي عنه لكن معقول معقول ما فيه حدا فاسد ابن اسم ودوا عشرين قضية على مكافحة الفساد طب قل لي يا أخي بعدما يطلع قرار المحكمة القرار علني صحيح تحقيق سري أو شبه سري لكن القرار علني قل لي ممدوها العبادي سرقها القدي طيب بيجي بقول لك فيه إشي عند زمان اقترحنا يكون فيه قانون اسمه من أين لك هذا عملوا الكسر غير مشروع لا لا ما عملوا ولا شي ظلوا مزحلقوا بينا وعنا بالنواط طيب إنه حولوا لأشهار الذنب المالي هذا الأشهار الذنب المالي المواطن ما بعرف أنا بعرف أنا وزير بروح أول ما بفوت بقول أنا عندي مليون نيرا ما حد بقول لي ليش بعطل بخبيه ما حد بشوفه وبطلع بطلع وانا طالع بقول أنا ظل عندي مثلا نص مليون مثلا وأنا سرقت نص مليون به الأثناء لكن حد شو معي بقول إيه أنا دولهم ودخلت عندي مليون تشذب لا هذا بقراها ولا هذا بقراها وما قرب ولا واحد الآن قانون كسب غير مشروع عدلوا عدلوا كله نفس الشيء أسوأ فيش كسب غير مشروع يعني أنت بتقول لي أنت كسب غير مشروع شو بقرفني أنا أنا بدي أقول لك منين جبت هاي البدلة بدك تقدم كل شيء معك بالأوراق والثبوتات وتضعوا بهذا الظرف أيوة وبظلوا مرمي للأبد زي إشهار الذنب المالية للأبد مين وزير أو مسؤول حط ورقة للإشهار الذنب المالية وهدف تحها من عشر سنة كنت نائب ثلاث مرات ليش ما طالبتو وين ما منا إحنا طالبين طالبين من أجل ما هو يا دكتور مندو حيث بدأت ستلك شواء تقول لي ما منا ما حدا سمعني ونفس الوزراء الحاليين واللي بعدين بقول لك يا عمي ما منا وما حدا سمعني طبعا طبعا الأغلبية البرلمانية الأغلبية البرلمانية وأغلبية مجلس الوزراء بالنهاية هي بتقرر إلا إذا شغلت خارج نطاق التفكير المعترف المتعود عليه لذلك أنت بتقول لي ليش إحنا لازم نغير ما غيرنا لما شبعنا يعني ولازم أقول لك شو اللي غيرنا شو يعني مثلا أنا نائب أنا أكثر نائب غير بالدستور لما كان التغيرات الثلاثين دستور كان أكثر نائب غيرت فيه بالدستور أنا أربع أربع مواد بالدستور غيرت بعدي إجا عبدالله نسون مغير ثلاث أنا أول واحد بعدين فيه ثلاثين وبيه واحد وواحد وواحد أنا بهذه السنة مساوي الإعلاميين زيك الشباب اللي أربع لتاعين الرأي والدستور والعربي اليوم والغد أعطوهم وناس شركة بتشتغل نقونا أعطونا علامات أكل النواب بكل الدورة وهي عندي بجيب لك يا الورقة طلعت علامة اثنين وتسعين ونص الأول بعد يعد كريم الدغمي يعني مش إنما أنا غيرت بقدر أغير كل شي أنا مش ديكتاتور برضو أنا يعني زي زي ما بقولوا عن النهضة اللي رجع عليها يا أخي الديمقراطية معروفة إنها سلطة الشعب ديموكراتس يعني طيب النهضة وفي لها تعريف مش النهضة أنا بيجي على بالي أقول أنا بدي أدفع لخمسة وعشرين ألف وحدة أو واحد فقرة مصاري هاي نهضة النهضة تعبير زي كلمة الدمقراطية زي كلمة الاشتراكية متعارف عليها دوليا النهضة الأوروبية حدثت في القرن السادس عشر والقامس عشر وبدأت من إيطاليا وانتقلت على أسبانيا وفرنسا على الفن والثقافة والفكر والمسرع هذه النهضة النهضة العربية إيه أنت بدت بدت أصلا بدت قرن الثامن عشر نهضة اقتصادية يعتبرها لا 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 بيجي اقتصادية النهضة فيش فيها اقتصاد النهضة فكر وثقافة ماشي الآن تتحدث لازم حياة سياسية حتى نصلح للاختصاد هلا أنا أنا دكتاتور بقول أنا بدي أساوي دمقراطية يا أخوان بعين الوزراء وبعين النواب وبغين القضاء وهذه دمقراطية مش هذه الدمقراطية المتعارف عليها اللي هي لإزم في العالم إحنا نهضتنا العربية بدأت بمصر برفاعة طهطاوي وبدأت في محمد عبدو جمال الدين الأفغاني وبالسورية عبد الرحمة الكواكب الأفكار اللي وضعوها وهذه النهضة اللي أخذتها الثورة العربية الكوبية وصموها اليقظة بمعنى إشي معروف ما بصير أنا أقول عنها نهضة وما لاش علاقة بكلمة النهضة زي ما قالوا شو اسمه وهاي العبد الاجتماعي الجديد وإلى بعدين زي دي الوقت الإنسان وإنها كل يوم نساوي تعابير فاضفاضة ياخي بدنا إشي إحنا يعني حقيقة يكون إشي عقدنا شو يقضك إحنا بنساوي طيب مثل شو عقدنا على أقدنا نساوي إنه إحنا ما لازم إحنا نحكي حكي ما إلو علاقة بقابل غير قابل للتنفيذ إنت موازنتك معروفة قديش موازنتك بتقدر تشتغل ما في موازنة ما بتشتغل بتقول لي والله أنت الباص السريع أنت سألتني قبل شوية عن موازنة أمانة الباص السريع قرض فرنسي وعلى يدي يعني ما حدا ساوته لا حكمه والأمانة جبت قرض وسويت جسر حطيتهم من برة وعلينا أراقبتنا لكن إنت إذا كان بدك تفكر حقيقة جديا أنت بتلاقي حلول أخرى اللي هي للأمانة البنية التحتية تساوي جسور وأنفاق وتفسيع طرق هذه هي اللي بتقدر عليه ساويه مش تأخذ لي مصاري من برة من فرنسا تحط قديش عليها أمانة العاس مديون خمسمائة مليون والله بدها مشروع ما أرشي اللي حرام لما تقدر تزفت الشوارع على الأقل بس الأمانة طب الحكومة قادرة على تحدي قادرة على نتحدث إنها تمضي وتمشي ضمن هذه التحديات قادرة تنجح بهذه المرحلة ترى ذلك أم لا يا سيدي إحنا خلينا أقول الحكومة صالة ستة شهور تقريبا وبتقول أنا بدي أزيد الاستثمار سنجح 10% طيب أنا قاري لكتاب اقتصاديين في هذا إنه مثلا تراجع على الاستثمار 53% طب نصلك ستة شهور طبعا لازم يكون على أقل 5% تقدم مش 50% تراجع يعني كتاب بنعتز بهم واحد زي سلامة درعاوي واحد زي عصام قضماني هاي عصام قضماني بقول خمس سنوات بخمس شو اسمه بخمس اقتراحات زي هاي شو اسمها نعم مريق النهضة كل حكومة بتيجي بعدين تقراب تقب على عرفوا بتجيب شي طريقة جديدة هيك بقول واحد كاتب محترم زي عصام قضماني طبعا انت بداية لحد يقول احنا ما عنا استثمار ما عنا لا طيب كيف منلوب الحكومة انه مش قادر بتترفع الاستثمار عشرة بالمية انا 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 شوف انا بزعل طب الاستثمار بالسياحة مش استثمار اه مش حاطين بالسياحة يروح يركضوا على السياحة يروح يركضوا على وادي رم تحديدا انا شايف الاجانب والله مهتمين في وادي رم الاجانب اكثر من الفترة تصور يعني الفترة الهذا قد ما بحبوها انا باستثمر بالفترة استثمر فيه شغلات سياحية كثيرة لو كنت بالحكومة كان اجوبتك اختلفت صح دكتور لا ولا لا اكيد لا تسمح لي اشكرك تسمح لي بس اقول لك كلمة انا ساوى معاي عمر كلاب وانا بالحكومة طي روح طلع عليها قال لي ما ارف ايش قلت له اسمع الفساد موجود في عندنا ثلاث مؤسسات بتشتغل صح الدفاع المدن وفي عندنا مؤسسات صنع مؤسسات ثلاثة وصر ثلاثة ما بيشتغلين صح لانه كله بدين تقل عليها الضريبة والاراضي انت زالتني السؤال وقلت له انا وزير زالت من السؤال لا ما زالت لا بد اقول لك انا لا مغلش معي بك دكتور والله اه طبعا تسمح لي اشكرا شكرا شكرا لك دكتور مع الدكتور ممتوح العباد يضيك يساعد لك التخيكم يوم الغد فالحين دنتم بخير لامان الى